أخيرا في الميدان الرياضي كرة القدم والتصفيات المؤهلة لنهائيات كاسفريقيا الأمم المغرب 2024 المنتخب المغربي ينهي مشواره بالعلامة الكاملة متصدرا للمجموعة الثانية وبفوز كاسح على منتخب لصوته 7-0 مساء أمس لحساب الجهور السادسة والأخيرة من التصفيات حسن جابري بتميز كبير وبفوز هو الأكبر له في التصفيات المؤهلة للكان القادم المغرب 25-2000 أنهى المنتخب المغربي مسلسل مباريته في العام 24-2000 بانتصار كاسح على منتخب لصوته بسبعية كاملة لحساب الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية على الملعب الشرفي بوجد رصم الأسود فوزهم منذ شوط المباراة الأول بخمسة أهداف كاملة في مباراة نصر فيها نجم ريال مدريد إبراهيم دياز سحر أدائه طيلة دقائق النصف الأول فتوج ذلك بتوقيع أول هاتريك له بقميص الأسود فيما تكفل المتألق الآخر سفيان رحيمي بتوقيع هدفين أخرين في شوط المباراة الثاني يوسف نصير وإسماعيل الصباري وقع كل منهما هدفاً أنهى المباراة بسبعة أهداف لسفر عن الفاعلية الهجومية وفوز أمس نستمع لمهاجم المنتخب المغربي أيوب الكعبي ينهي المنتخب المغربي مبارياته في العام 24 ألفين على النحو الأمثل ويأمل الجميع أن يتواصل التوهج في العام 25 ألفين الذي سيكون برهانين كبيرين بداية بمواصلة رحلة التصفيات المؤهلة للمونديال القادم بنجاح في انتظار الهدف البارز المتمثل في كسب رهان الفوز بكأس أمم الإفريقية القادمة